وعدين الأجواء اللي موجودة ما هو بتدخل عوامل كتير جدا هل المنطقة الجغرافية اللي احنا فيها مزدحمة يعني ما جل القاهرة مثلا من عشر سنين تعداد سكان القاهرة عشرين مليون في مدان رمسيس صعب جدا لكن تعال النهاردة في الصيف لما تروح العاصمة الإدارية لما تروح التجمع مناطق متسعة فبرضو الكسافة السكانية بتكون مختلفة وده الاتجاهات المناخ العالمي اللي هو تفريغ المدن الرئيسية من تعداد السكان المتزايد يبقى النهاردة مسطحات خضراء جميلة نسبة مسطحات خضراء بتوصل 50% و40% ومباني سكانية 60% متسع مباني مش مرتفعة في قنوات وزراعات كل دي عوامل بتساعد على الاستمتاع بالجو استمتاع بالجو مش حرارة وارطوبة فقط لا 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 حاجات تانية كتيرة جدا جدا بالإضافة لحال ما زجل أشارنا إليها لا تدال يعني زي ما حضرتك قلت بالنسبة الأمطار السنة دي توقعتها إيه بص حضرتك إحنا في خريف الخريف مدته 3 شهور النص الأولاني من خريف اللي بدأ يوم 23 سبتمبر ده عبارة عن سمات صيف يعني إيه سمات صيف يعني إحنا قاعدين في أجواء خريفية لو مشينا في الشارع الساعة 1 الضهر 2 الضهر 3 هنلاقي أجواءك حارة لسه لأن درجة حارة 32 مع رطوبة نسبية ممكن تبقى 40% في أيام تبقى درجة حرارة مثلا بعد ثلاث أيام هتبقى درجة حرارة ممكن 29-30 جو جميل لكن مقدرش أقول جو معتدل لأن رطوبة نسبية برضو عالية سرعة الرياح بتختلف الشتاء هيأتي في نصف الثاني من فصل الخريف ده إيه مناخيا مش جغرافيا جغرافيا بيبدأ الشتاء في 22 ديسمبر لكن مناخيا بيبدأ إمتى؟ بيبدأ من نصف الثاني من شهر نوفمبر فتلاقي الأجواء فيها سمات صحب كتير جدا فيها برودة شوية نبدأ نقول لأولاد نلبسوا ملابس تقيلة شوية خلال فترات الليل أو أثناء ساعات النهار نقدر نقول الجاكت ده يبقى أساسي بالليل الأطفال يأخذوا بالهم عشان نزلتبت وأخطر فترة بتمر هي الفترة الانتقالية اللي هي النصف الثاني من فصل الخريف الشتاء كلنا بنلبس تقيل وجو جميل وبنخرج وتبقى الفترات بينهم بتاعتنا مستمتعة لأن كمية التلوث فيها بتكون أقل نتيجة لأن الأطر لما بينزل بنزل مع الملوثات الموجودة في الجو طيب دكتور حضرك قلت لنا دلوقتي أنه الصيف 20-24 كان صعب جدا هل كان الأصعب على مدى 40-50 سنة فاته؟ عاوز أقول هو بالنسبة لمصر آه ليه؟ مع أن فيه سنوات في عام 1998 و2003 درجات حرارة كانت عالية جدا ولكن المشكلة في صيف هذا العام الفترة الزمنية الطويلة يعني إيه سيد محمد لما نيجي نقول أن صيف 2003 كان درجة حرارة وصلت لـ 45 درجة مقوين بس كم يوم؟ بتعداد الأيام كم يوم؟ وفي اليوم وصلت كم ساعة؟ لكن النهاردة لما نيجي نتكلم عن صيف 24 فيه متواصل بدأ من شهر 5 لغاية نص 6 وده خمسة ده يعني ربيع وستة ده بداية صيف وصلت درجة الحرارة 40 درجة مقوية يعني قعدت شهر عز الصيف آه ده عصير يعني جو درجة الحرارة كل يوم 38 39 40 42 طيب في اليوم نفسه تعاني بصد درجة الحرارة مثلا توقع من الساعة 11 38 للساعة 6 المغرب 38 يعني فترة زمنية طويلة غير ما تيجي لو إحنا في الشتاء مثلا أو في أجوات زي دلوقتي جو جميل جدا جاءت درجة الحرارة جاءت في ساعة واحدة وصلت 45 مش هنحسها قوي لكن الفترة الزمنية عامل مؤثر التعداد وتكرار الموجات عامل مؤثر الرطوبة النسبية عامل مؤثر كل دي عوامل مساعدة وأساسية في زيادة إحساسنا بالموجات الحرارة